المجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن تشكيل حكومة جديدة خلال أيام أنقرة تقول أن الأسد شريك في المرحلة الانتقالية وتعلن رغبتها في إصلاح علاقتها بمصر الجبوري يعلن من طهران أن مشاركة للحجد الشعبي في معركة الموصل تحددها المصلحة العليا للعراق تدهور الوضع الصحي للأسير كايد قبل يومين على النظر بقضيته والاحتلال يمدد اعتقال الصحفي عمر نزال ثلاثة أشهر رئيس الحكومة التونسي المكلف يضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية تمهيدا لإعلانها مرحبا بكم نبدأ سابعة من الملف اليمني حيث تتسارع التطورات على الصعيدين السياسي والميداني قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصمد إن معادلة جديدة تتشكل على الساحة اليمنية وفي كلمة له خلال تظاهرة حاشدة دعما للمجلس السياسي في صنعاء دعا صمد وفد صنعاء إلى مشاورات السلام في الكويت لعدم لقاء المبعوث الأممي سماعي الولد الشيخ أحمد قبل العودة إلى اليمن واستشارة للمجلس الأعلى الصمد قال إنه سيجري البت بتشكيل الحكومة في اليمن خلال الأيام المقبلة أحمد زبيبا برسائل وطنية موحدة اجتمع مئات الآلاف من الشعب اليمني بميدان السبعين بصنعاء وذلك لتأييد المجلس السياسي الأعلى وأكدت الجماهير المحتشدة أن وجودها هنا للتأكيد للعالم أن القرار هو قرار الشعب وهو من يحدد الشرعية ولمن تكون اليوم الشعب اليمن يجتمع لكن ليه ليقول للعدوان السعودي وليقول للمجتمع الدولي الأمم المتحدة والنظام الأمريكي والنظام السعودي الشعب اليمني اليوم يقرر المصيرة الشرعية هي للشعب اليمني وليست لفنادق الرياض ولا للأمم المتحدة ولا للنظام الأمريكي ولا لأي إن كان حضور أن الشعب يريد السلام أن الشعب يريد الآمن والاستقرار أن الشعب يمد يده للجميع في الداخل والخارج رئيس المجلس السياسي صالح الصماد ومن على منصة السبعين جدد دعوة المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعوب في تحديد مصيرها معلنا عن أجندة المجلس السياسي الأعلى وأبرزها تشكيل الحكومة في الأيام المقبلة وتحسين عمل مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع الأمنية ومواجهة القاعدة وداعش باسم هذه الحشود نضالب وفدنا الوطني بسرعة العودة إلى البلاد وعدم الجلوس مع والد الشيخ قبل العودة إلى البلاد والتشاور مع المجلس السياسي فيما يجب أن يفعله خلال الأيام القادمة ستعلن الحكومة بإذن الله تعالى لتوحد كل الجهود للوصول إلى وضع مستقل إذا أمكن للوصول إلى إجراء انتخابات عامة وفي الحشد باركت الأحزاب والتنظيمات السياسية تشكيل المجلس السياسي الأعلى وأكدت ترحيبها بخطوات إعادة مجلس النواب كمرجعية دستورية للبلاد بعد توقف استمر عاما ونصف حشود جماهيرية غير مسبوقة اليوم ليس فقط لمباركة المجلس السياسي الأعلى ولكن للتأكيد على أن الشرعية هي شرعية الشعب وليس المتواجدين خارج اليمن لأنهم لا يعبرون عن إرادته حسب وصفهم أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام أكد أن منع التحالف السعودي لوفد صنعاء من العودة إلى اليمن يبرز عدم قدرة الأمم المتحدة وانسياقها مع رغبات التحالف وفي حديث للميادين قال أن الخطوة تستدعي عدم التواصل مع المبعوث الأممي إلا بعد رفع حظر الطيران لعودة الوفد إلى صنعاء من الطبيعي أن يصدر منا موقف وأن نقاطع أي جلسات لأنه لديه موعد الليلة بعد منتصف الليلة للنجي إلى مصدق لأنه كان كالطلبة منا بالأمس وما قبل أن يأتي إلينا للمناقشة كل هذه الأمور ونحن رفضنا لأننا أشعرناه أنه لا يجد جديد لدينا وما زلنا كما كنا في الكويت في الطريق إلى العودة ولذلك عليك قبل أن تجي إلى مصدق أن تقوم أولا بمنحنا ترخيص وببسك الأيواء لعودة الطيران ما لم تنجد لدينا جديد ولسنا مستعدين أن نلتجي بعد هذا التصرف الهمجي بحق الوسط الوضع ميدانيا أعلنت السعودية مقتل سعودي وإصابة آخرين في صواريخ سقطت في مدينة نجران جنوب المملكة إلى ذلك استشهد ثلاثة يمنيين وجرح آخرون بغارات للتحالف السعودي على بوابة دار الرئاسة في جنوب صنعاء غارات التحالف السعودي استهدفت معسكرة الفريجة في مدرية أرحب شمالية صنعاء ومعسكرة ضبوة في مدرية سنحان جنوبية العاصمة ومنطقة النقوب شرق اليمن وعلى صعيد مرتبط بالميدان اليمني وصفت وزارة الدفاع الأمريكية دعمها الاستشارية للتحالف السعودي بأنه متواضع وليس سكا على بيض وأعلنت الوزارة أنها سحبت عسكريها من خلية استشارية في السعودية المتحدث باسمه البنتاجون آدم ستامب قال إن مساعدة بلاده للسعودية لا تعني أن واشنطن ستخفي قلقها بشأن الحرب في اليمن أكان البنتاجون قد أعلن إبقى أقل من خمسة أمريكيين يشاركون في تنصيق الغارات على اليمن في لندن انعقدت أعمال المؤتمر الدولي الأول لدعم اليمن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالقضية اليمنية وتسليط الضوء على الوضع الإنساني والسياسي في البلاد ويشارك فيه المؤتمر ناشطون وحقوقيون برعاية خمس منظمات حقوقية إذا كانت السعودية تريد أن تكون لها الكلمة الأولى في العالم الإسلامي أن تدافي عن مصالح المسلمين بشط أن تنفق هذا المال الذي هو مال بيت المسلمين الذي هذا المال الذي هو مال المسلمين ومال الشعب السعودي أن تنفقه في مصالح المسلمين أما أن تأتي المليارات السعودية لكي يشترى بها آلات حرب تفتك بالمسلمين أما أن يستخدم هذا المال السعودي لكي يفتت بين المسلمين ويشتت كلمتهم وتخلق الحروب هنا وهناك علينا أن نسعى لحضر بيع الأسلحة إلى السعودية فهي تستخدم السلاحة في قتل الأبرياء في اليمن وعلينا كمنظمات أن نسعى لإيصال هذه المعلومات إلى العالم لأن الكثير من الناس لا يعرفون ما يحصل في اليمن فهم يأخذون معلوماتهم من الإعلام البريطاني ولا يسمعون عن الحروب التي لا تنتهي ولا عن قصص المهجرين هذا واجبنا لإيصال هذه الحقائق إلى العالم إلى الملف السوري حيث أكد الرئيس بشار الأسد أن السوريين مصممون على المضي قدما في الدفاع عن وحدة بلدهم بالرغم من كل الضغوط والمعاناة الأسد ضاف خلال استقباله وزير الدولة الهندي لشؤون الخارجية مبشر جاويد أكبر بأن وقوف العديد من الدول الصديقة إلى جانب الشعب السوري عزز بشكل ملموس صمود سوريا في وجه حرب فرضت عليها من قبل دول غربية وأقليمية استخدمت التنظيمات الإرهابية وعرقلت إيجاد حل سلمي يوقف جرائم الإرهابيين بحقي الشعب السوري قال رئيس الوزراء التركي بن علي يولدرم أن أنقرة تستطيع العمل للتواصل إلى حل في سوريا بمشاركة إيران ودول الخليج وأمريكا وروسيا يولدرم رأى أن الرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن يكون طرفا في المرحلة الانتقالية لكن لا يمكن أن يبقى في مستقبل سوريا وقال أن دمشق أدركت خطر الكرد في الشمال وأن أنقرة لن تسمح بتقسيم سوريا إنه وضع جديد ومن الواضح أن النظام السوري فهم أن البنية التي يحاول الأكراد تشكيلها في شمال سوريا بدأت تشكل تهديدا لسوريا أيضا شأن أما بين الأسد هو أحد الفاعلين في النزاع بسوريا يمكن محاورته من أجل المرحلة الانتقالية يولدرم قال أيضا أن بلاده تريد تحسين علاقاتها المتوترة مع مصر وأشار إلى ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية مع مصر لافتا إلى أنه يجب البدء من نقطة ما لتحقيق ذلك ورأى أن أي عملية من هذا النوع ستلتزم وقتا معنا من أنكر الباحث في شأن التركي سيد دانيال عبد الفتاح مرحبا بك سيد عبد الفتاح هل نحن نسجل تحولا حقيقيا في السياسة التركية في ملفات مهمة بما فيها سوريا عقب هذه التصريحات لرئيس الحكومة التركية ما تعريف هذا الخطاب الجديد لتركيا؟ مرحبا طبعا هذا الخطاب الجديد يعني هو خطاب بن علي يلدرم ومرحلة بن علي يلدرم وهو أيضا خطاب مرحلة ما بعد أحمد داودولو ولكن كل هذا الخطاب هو فعلا خطاب إنشائي تعبير جيد ولغوي جيد ولكنه في الواقع حتى الآن يعني هنا في أنقرة في كواليس السياسة في حزب العدالة والتنمية الحاكم حتى الآن لا يوجد ما يمكن أن نلمسه في هذا الاتجاه لا يوجد ما يمكن أن نقول بأن تركيا حقيقة بدأت تغيير مواقفها الحقيقية بما يغير أيضا من واقع الحال في سوريا يعني بن علي يلدرم يقول اليوم مثلا في خطابه أنه لا يوجد مكان للأسد في مستقبل سوريا وهذا ما كانت تقوله تركيا منذ خمس سنوات ونصف سيد عبد الفتاح لو سمحت لي هناك مفردات حتى في خطاب تركيا كانت تسمى مسلمات اليوم يتم استخدامها الحديث عن دمشق التي بدأت تتلمس والكلام نقول عن يلدرم خطر الأكراد في التعليق على الخطوة العسكرية في الحسكة هذا يعني خطاب مباشرة باتجاه دمشق أو اعتراف بشرعيتها الحديث عن بقاء لرئيس السوري بشار الأسد هذه كلها مفردات جديدة بداية في الخطاب متى يمكن أو كيف يمكن أو على أي أساس يمكن أن نرى اختلافا أو تغييرا في النهج العملي صحيح يعني نائب رئيس الوزراء أيضا بنعمان كورتو المش قال بأن كل المشاكل التي تعرضنا لها كل المشاكل المصائب التي أصبنا بها كانت بسبب سياستنا في سوريا أي أنه هذا أيضا يفسر بأنه اعتراف بأن هناك أخطأ في السياسة التركية في سوريا ولكن الترجمة العملية والعملانية لكل هذا الكلام عندما تخرج القيادة التركية وتقول أخطأنا يعني هذه الكلمة أخطأنا وتراجعنا وقررنا العودة عن كل هذه المصائب التي ارتكبناها يعني الأسبوع الماضي فقط تم اختيار أحدا طباط الكبار جنرال كبير متقاعد ليشغل منصب مستشار لرئيس التركي طيب أردوغان في القصر الرئاسي وهو الذي مسؤول عن شركة صداك التي تقدم الدعم والتدريب والتمرين وتقدم المجندين والمسلحين للحرب في سوريا هذه الشركة المعروفة يعني شركة أمنية معروفة في تركيا وهي من الشركات التي اعتبرت في التقارير الأمنية الاستخباراتية الأمريكية والغربية شركة إرهابية هذا الرجل مثلا تم اختياره لأن يكون مستشارا للرئيس التركي لذلك على الأرض في العمل في الحقائق في التنفيذ حتى الآن لم تقل تركيا أنها غيرت ولكنها فقط غيرت لغتها وربما سيكون مفاجئا سيد عبد الفتاح أن نرىها تتحدث بهذه اللغة ربما الآن طالما هي بانتظار مكاسب مقابل كل هذه المواقف فهل يمكن أن نرى شيئا طالما أردوغان سيكون الأربعاء المقبل في إيران بشكل سريع بشكل سريع نعم من الواجب يعني من المطلوب ومن المفروض أن يكون هناك شيء جديد هذا ما قاله أيضا بن علي يلدرم قال خلال ستة أشهر سيكون هناك أشياء مفاجئة في الملف السوري ولكن هذه الأشياء المفاجئة حتى الآن لا يمكن أبدا ترجمتها بأنها الأشياء التي منتظرة المنتظرة المتوقعة من تركيا أو المتفروضة على تركيا في الملف السوري كل الشكر لك سيد دانيال عبد الفتاح البحث في الشأن التركي كنت معنا عبر الإنترنت من أنقرة نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض هشام مروى قال أن تصريحات يلدرم تهدف لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية مروى في اتصال مع الميادين أشار إلى أن موضوع الفيدرالية والمركزية الإدارية في سوريا لا يجب بحثه الآن الانتقال السياسي هو الحل ما يجب في سوريا بحكم الإنساطية غير صالحة غير وهو ما يجب في سوريا هذه التصريحات نسؤولين أثناء الأيام ولكن بقي أن تصريح التصريح يلدرم اليوم منسجما تماما مع تلك التصريحات هي محاولة للخروج من مأزع جمود المتاوضات أو جمود الملف قال وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن تركيا تحاول التعويض عن الماضي وأدركت أن الاستثمار في داعش ذهب مع الريح وتسبب بزعزعة أمنها وأضاف دهقان في مؤتمر صحفي بأن تنظيم داعش بات جيشا شبه منظم من خلال الدعم السعودي القطري التركي الأمريكي تركيا حاولت الاستثمار في المجموعات الإرهابية في سوريا لكن استثماراتها ذهبت أدراج الرياح كما أن ذلك تسبب بزعزعة الأمن داخل تركيا والانفجارات التي تحدث في مناطق مختلفة تعني وجود اعتراضات على سياساتها وضغط من الإرهابيين عليها لمزيد من الدعم لكن تركيا أدركت ذلك وقبلت بالسياسة الإيرانية في مواجهة الإرهاب وهي تحاول التعويض عن الماضي دهقان قال أن استقبال الطائرات الروسية في قاعدتها مدان الإيرانية جاء بموجب طلب من سوريا وفي مؤتمر صحفي أكد دهقان أن التعاون الإيراني الروسي مستمر حتى القضاء على الإرهاب نحن لم نعطي قاعدة عسكرية جوية لروسيا لأن البعض يفسر هذا الأمر بشكل خاطئ وإنما تم تقديم تسهيلات في إطار التعاون الاستراتيجي المتبادل بين البلدين والعمليات المتفق عليها لمحاربة داعش والإرهاب في سوريا ولم يطرح أن يتم الاستفادة من قاعدة أخرى غيرها مدان ولكن إذا اقتضت الأوضاع الميدانية التعاون في قاعدة أخرى غير قاعدتها مدان فستدرس الطهران ذلك قال سفير الروسي في لبنان أليكسندر زاسبكين خلال برنامج آخر طبعة على شاشة الميادين قال أن التعاون الروسي الإيراني مستمر منذ فترة وهو منسجم مع التفاهمات السياسية ولسيما في مجال مكافحة الإرهاب وإيجاد تسوية سياسية في سوريا وهو ما يكون قاعدة متينة للتعاون في المجالات كافة ولسيما في المجال العسكري رغم أن هذا التعاون مستمر منذ فترة وهذا شيء تبيعي لأنه منسجم بالتفاهمات السياسية والسعي المشترك إلى تحقيق بعض الأهداف في المنطقة وبدرجة أولى المكافحة الإرهاب وإيجاد التسوية السياسية في سوريا فلذلك هذا يتكون القاعدة متينة لتعاون في كافة المجالات وخاصة في هذا المجال العسكري وتقديم هذه المطار للحاجات القوات الروسية هذا شيء تبيعي وهذا مفيد عسكريا بيدانيا في حلب شهدت الجبهات الشمالية والجنوبية قصفا ناريا عنيفا على مواقع الجماعة المسلحة الطائرات الحربية السورية نفذت عشرات الغارات على نقاط الجماعة المسلحة في المنطقة الممتدة من ظهرة عبدربو وصولا إلى جمعية الزهراء وجبهة البحوث العلمية شمالة وشمالة غربي حلب كما شهدت الجبهة الجنوبية الغربية والجنوبية لحلب اجتباكات عنيفة بالتزامن مع قصف عنيف على طول امداد المسلحين ونقاط تمركزهم في الكليات العسكرية ثلاث جنوب غربي حلب إلى ذلك أفادت مراسلة الميادين بعودة الهدوء إلى مدينة الحسكة شمال شرق سوريا جاء ذلك بعد قصف متبادل بين الجيش السوري والمسلحين الكرد على محاور مختلفة بين الطرفين مراسلة الميادين أضافت أن الطائرات السورية حلقت فوق المدينة كذلك فعلت طائرات التحالف الأمريكي ونقلت عن مصادر مطلعة نفيها تلقي الطائرات السورية أي تحذيرات من الطائرات الأمريكية فيما كشفت مصادر أخرى عن وساطة روسية جارية لاحتواء الوضع الدعم الأمريكي الواضح لقوات سوريا ديمقراطية بما تضمه من قوى مسلحة كردية قبله في الأونة الأخيرة تقارب تركي روسي إيراني ومعارك بين الجيش السوري وقوات الأسائش الكردية معارك لم تصل إلى حدود إعلان الحرب لكنها تشيي بتوجه أشد وضوحا تجاه مسألة الفدرالة الكردية في سوريا أهلا بكم من مفارقات الحرب الدائرة في سوريا إقلاع الطائرات الأمريكية لحماية قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي قوات الأمن الكردية الأسائش في مدينة الحسكة وعموم الشمال السوري من قاعدة أنجرليك التركية حيث الموقف التركي الحاسم برفض تمدد الكرد في سوريا نحو تأسيس إقليم فدرالي تحت حكمهم على طول الحدود التركية السورية تزامنا مع أعلان الجيش السوري استهداف قوات الأسائش الكردية في الحسكة كان لافتا التصريحات المنشورة لمسؤولين التراك وهي تفيد بلغة إيجابية قل ما استخدمتها أنقرة تجاه دمشق منذ بدء الحرب نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جينيكلي تحدث عن تحسين العلاقة مع الدولة والشعب في سوريا خلال تحرير عدد من أحياء مدينة الحسكة من سيطرة تنظيم داعش قاتل الجيش السوري والمجموعات الكردية جنبا إلى جنب لكن طيران التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا لم يكن يقصف مواقع داعش إلا بالاعتماد على الإحداثيات المرسلة من المقاتلين الكرد ما أدى في بعض الضربات إلى سقوط ضحايا مدنيين في مدن أخرى ولسيما في عين العرب وفي مدينة منبج خلال معارك عين العرب كوباني ضد تنظيم داعش تلقى المقاتلون الكرد دعما كبيرا من الولايات المتحدة إقليم عين العرب هو أحد الأقاليم الكردية الثلاثة التي تسعى قوان كردية في سوريا لاستكمال فدراليتها عبر وصلها جغرافيا هذه الأقاليم الثلاثة هي عين العرب كوباني في الوسط ومناطق الجزيرة السورية وأبرزها منطقة الحسكة ومنطقة عفرين في أقصى الشمال الشرقي السوري أقاليم متباعدة جغرافيا وتفصل بينها مدن كجرابلس والباب ومنبج ومسكنة ودير حافر عام 2013 استغل الكرد انشغال الدولة السورية بالقتال على عدة جبهات فأنشأوا ما سميت بالإدارات الذاتية في الجزيرة السورية وأهم مدنها مدينة الحسكة ومدينة عين العرب ومدينة عفرين وهي القاعدة التي تم الاعتماد عليها لإعلان الفدرالية في مناطق سيطرتهم سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على عدد من المناطق ضمن الأقاليم الثلاثة ولسيما طل أبيض وجرابلس مستقبلا قد يعزز احتمالات تدخل تركيا مباشرة في سوريا ويضاف إلى ذلك أن دخول الطيران السوري في اشتباكات الحسكة قد يشير إلى قرار سوري روسي يرفض الفدرالة في سوريا ويعمل على منع حصولها مستمرون بتقديم السابعة فيها أيضا ولكن بعد الفاصل طالبان تسيطروا على منطقة استراتيجية في قندس شمال أفغانستان أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين في العراق أفاد مصدر أمني أن مسلحي تنظيم داعش شنوا عدة هجمات طالت قرى تسيطر عليها البشمرقة في محور الخازر والجوير شرقية الموصل بالإضافة إلى مواقع في بعشيقة والنوران ومحور وانا كما دارت اشتباكات عنيفة بين البشمرقة وتنظيم داعش في محور سنجار الكسك أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي الطرفين في غضون ذلك قالت رئاسة أقليم كردستان العراق أنها ملتزمة بالاتفاقات المبرمة أو التي ستعقد لاحقا مع الحكومة العراقية والتحالف بشأن معركة تحرير الموصل لكنها شددت على ضرورة عقد اتفاق شامل لتجنب أي مشاكل قد تحصل بعد تحرير الموصل رئاسة الإقليم أضافت في بيان أن الحرب على الإرهاب تعد من أولويات قوات البشمرقة مؤكدة أن نتائج تحرير الموصل ستنعكس إيجابا من الناحية الإنسانية والسياسية على الإقليم والعراق والعالم وجدت تأكيدها أهمية عقد اتفاق بين مختلف القوى في نينوة لتجنب أي كوارث قد تحصل للمكونات الدينية والعرقية في مرحلة ما بعد تنظيم داعش يعتمد تنظيم داعش في محيط الموصل على مسلحيه الأجانب بشكل شبه كامل بعدما انتقل أغلب قادة الصف الأول فيه وأغلبهم محليون إلى خارج المدينة باتجاه الحدود العراقية السورية عبدالله بدران ليس من أهل الدار من يقاتل هكذا هي الموصل فأهل الدار نزحوا منها لأطرافها أو لم يكونوا بحظ وفير فهم دروع بشرية لداعش نضبت البندقية المحلية للتنظيم فاتكأ على ذراع نجنبية للهجمات المهاجرون في داعش هم من أوكلت إليهم المهمة عبر الانتحاريين والانغماسيين الاعتماد على الأجانب في التنظيم لم يكن إلا خيارا وحيدا في الميدان هو خيار لإدامة زخم معركة عرقلة التقدم إلى أطراف الموصل العدد المتبقي هو لأغراض الإدارة الحالية فقط علما هم مواثقون جدا إلى أن القوات المسلحة أبناء الحج الشعبي وشرطة الاتحادية ستكون سريعة جدا في عمليات القضم ووفقا لتقديرات أمنية فإن داعش سينقل أسلوبه في معركة الفلوجة إلى مركز نينوى بنا داعش ستراتيجيته الدفاعية في مركز نينوى بالقتال على الأسوار وفقا لكل التقديرات وترك لمسلحيه الاعتماد على مفارزة عرقل أي قوات محررة ما يعني وفقا لكل التقديرات أن خياراته في الإمساك بالأرض والمناورة عسكريا قد تقلصت بحجم الأرض التي خسرها فمقاتل التنظيم كما يؤكد نازح الموصل إلى مخيم ديبكا في مخمور يعانون انهيارا عسكريا مع ضربات تركزت على مواقع قيادية داخل الموصل وفي حزام إمداده صوبة العفر ما استدعى تغييرا في الإدارة العسكرية والأسلوب العملياتي غادر معه المحليون في التنظيم مواقع القرار نسبة الأجانب على مستوى القيادة عالية وربما ستكون هي النسبة الأكثر تأثيرا في اتخاذ القرارات العسكرية إذن هي المعركة الكبرى التي يدرك داعش قبل غيره أنها وفقا لحسابات الخسارة والربح العسكريين ستبدأ من أطراف الموصل ولقناعته الميدانية بقرار التحرير القادم ناور بين جناحيه الثابت المتمثل بمسلحيه المحليين وانتقل إلى الأجانب في جناحه المتحرك أبدالله بدران بغداد الميادين قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله رئيس البرلمان العراقي سليم مالجبوري قال أن تخفيف جذوري الخلافات بين جميع الأطراف العراقية سيسرع من اقتلاع الإرهاب من العراق روحاني أكد وقوف إيران إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب لفتا لأن البرلمان العراقي نموذج للاتحاد بين جميع الأطياف العراقية وكان لجبوري أكد عقب لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني أن لإيران دورا فاعلا في الوقوف إلى جانبه العراق في معركته ضد تنظيم داعش وعن مشاركة الحجد الشعبي في عملية تحرير الموصل قال لجبوري أن القرار سيتخذ وفق المصلحة العراقية في مواجهة الإرهاب حازم كلاس رئيس البرلمان العراقي في طهران للمرة الثالثة خلال عامين ونيف لكن هذه المرة في ظل تطورات إقليمية متسارعة أبرزها الانطلاق المستمر للقاذفات الروسية من قاعدتها مدان الإيرانية عبر الأجواء العراقية في إطار محاربة الإرهاب في سوريا دول تجمعها بالأساس غرفة عمليات أمنية مشتركة في بغداد تطورات يقول مراقبون إن انعكاساتها قد لا تنحصر في حدود سوريا وسط انتظار إعلان ساعة الصفر لدك آخر معاقل داعش في الموصل والسؤال عن دور الأطراف المختلفة ومنها الحشد الشعبي في معركة نينوى هذا الأمر يبحث في أروقة صانع القرار الأمني والعسكري وفيما يمكن أن يحقق من خلال المصلحة المرجوة ونعتقد أن المصلحة العراقية في مواجهة الإرهاب مقدمة على غيرها جزء من مباحثاتنا ركز على الأزمة الأمنية في المنطقة والتي هي ليست ببعيدة عن التطورات في العراق وبالطبع فإن مصير شعوب المنطقة في ظل هذه الأوضاع يقلق إيران والعراق لذا نحن مهتمون بتعزيز التعاون والتنصيق التأكيد على وحدة صف البيت الداخلي العراقي قد يكون من ضمن الرسائل التي أريد إيصالها من خلال زيارة الجبور إلى طهران ولسيما أنها تأتي بعيد احتدام الخلافات السياسية الداخلية العراقية والمطلوب للنجاح في محاربة الإرهاب كما تقول طهران ليس انسجاما عراقيا فقط وإنما تعاون إقليمي كما يؤكد الجانبان هناك مسجدات لا شك إقليمية كثيرة تفرض هذا التشاور بين البلدين وهناك تغييرات في البيئة الإقليمية خاصة في تركيا زيارة رئيس البرلمان العراقي إلى إيران تأتي في إطار التنسيق الإيراني العراقي الدائم والزيارات المتبادلة والتي كان آخرها زيارة مستشار الأمن القومي العراقي إلى طهران من إيران يبدو رئيس البرلمان العراقي وكأنه يريد توجيه رسالتين الأولى إلى أطراف البيت العراقي وهي أنه لا يزال يحظى بدعم أقليمي كبير والثانية رسالة طمأنة إلى الدول المتعاونة مع العراق في محاربة الإرهاب وهي أن القضاء على داعش أولوية وخطة تحرير الموصل لن يعرقلها أحد حازم كلاس طهران الميادين حول هذه الزيارة ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى أهلا بك سيد مصطفى هل لي أن أسألك بداية عن الإطار التي تأتي فيه هذه الزيارة لرئيس البرلمان العراقي أو عن الأهمية التي تكتسيها لشخص رئيس البرلمان العراقي بهذا التوقيت نعم الحقيقة الزيارة مهمة زيارة رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري إلى إيران لأكثر من سبب أولا هو الآن من خلال الاهتمام الإيراني الرسمي به حيث حظي اليوم باللقاءات كبار المسؤلين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الخارجية وهذه بحد ذاتها مسألة مهمة بالنسبة للبروتوكول الإيراني الجبوري من جهته أكد على مسألة أيضا في غاية الأهمية وهي أولوية الحرب على داعش والموصل في مقدمة ذلك باعتبارها الآن تمثل هما مشتركا سواء للعراقيين أو للدول الإقليمية وكذلك للدول العالمية الاهتمام بمعارضة الموصل الآن يتعدى الحدود الإقليمية باعتبار أن السيطرة على الموصل أو استعادتها تمثل كسر الظهر الإرهاب بشكل حقيقي إذا أضفنا عليها مدينة الرقة السورية الجبوري وإن كان يحتاج إلى الدعم الإقليمي بالفعل بسبب المشاكل الداخلية الآن في العراق وبالذات مشكلته هو شخصيا داخل البيت السني مع وزير الدفاع الذي ينتمي كلاهما إلى نفس الكتلة لكنه حاول أن ينأى بنفسه عن هذا الموضوع عندما تحدث في كل اللقاءات التي أجريت له أو معه في إيران عن مسائل تتعلق بسياقات سياسية عامة مثل محاربة الإرهاب والدعم الإيراني للعراق ويقوف إيران والعراق في خندق واحد في مواجهة الإرهاب سيد مصطفى هذا الاستقبال الذي أشرت إليه في طهران لرئيس البرلمان العراقي له دلالات مهمة وأيضا يمكن أن يطلق رسائل إن كان لداخل العراق أو حتى لخارجه هل يمكن أن نرصد بعض من هذه الرسائل؟ يعني الرسالة المهمة الأولى الحقيقة هي للداخل وهي أن الجبوري الذي يقوم بهذه الزيارة قبل يومين فقط من معركة برلمانية حاسمة داخل قبة البرلمان العراق وهي قضية سحب الثقة أو عدمها من وزير الدفاع العراقي ما حظي به الجبوري من اهتمام قد يستثمر من قبله أو من قبل الجهات المؤيدة له بالضد من وزير الدفاع وبرغم أن هذا الأمر قد لا يعني إيران بالدرجة الأولى ولكن يعني الجبوري نفسه عندما يرى أنه كرجل دولة حظي بكل هذا الاهتمام في اليوم الأول من زيارته بينما هناك مسؤولون عراقي كبار حتى بعضهم كبار قادة التحالف الوطني الشيعي ربما لم يحظى منهم أحد بمثل هذا الاهتمام في يوم واحد وخلال ساعات فهذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للجبوري أمر رسالة أخرى للقليم أن الجبوري هو أوضحها عندما قال أن إيران تدعم العراق ووقعت معه بشكل فعال وبالتالي الاهتمام الإيراني يأتي في هذا السياق من أن الجبوري رجل الدولة يتعامل وفق السياقات التي تحترم بين الدول في إطار الهموم المشتركة كونهم يواجهون الإرهاب معا أو حتى في إطار العلاقات الثنائية هناك مشتركات مع إيران وهناك أيضا خلافات حول مساعد معينة مثل المياه وغيرها وبالتالي هذه الأمور تحتاج إلى طمأنة لكل الطرفين وقد حصل اليوم هذا الأمر عندما تحدث القادة الإيرانيون بما يفيد ذلك وعندما تحدث أيضا رئيس البرلمان العراقي بما أيضا يؤشر ارتياحه لهذا التطور في العلاقة بين البلدين كل شكر لك سيد حمزة مصطفى الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال الإدارية للصحفي الفلسطيني عمر نزال لثلاثة أشهر إضافية نزال المعتقل منذ أربعة أشهر يواصل الإضراب عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي تضامنا مع الأسير بلال كايد الذي دخل يومه السبعين في الإضراب هيئة شؤون الأسرة والمحرارين أكدت أن الوضع الصحي لكايد بلغ حالة خطيرة للغاية قبل يومين من الموعد المقرر للنظر في قضيته أمام المحكمة العليا الإسرائيلية رحب عضو الكنيسة عن المعسكر الصهيوني وزير الأمن الأسبق عمير بيرتس بمصادقة البرلمان التركي على اتفاق المصالحة مع إسرائيل دعيا إلى المزيد من الخطوات لتشكيل ما وصفه بمحور مع الدول الإسلامية المعتدلة وكان البرلمان التركي قد صادق على مشروع قرار تطبيع العلاقات الذي جرى توقعه في حزيران يونيو الماضي النائب عن حزب العدالة والتنمية بورهان كوزو قال إنه لا يتوقع أن تكون هناك أي مشكلة أثناء تنفيذ الاتفاقية فإسرائيل تعتمد على أمن تركيا وفق تعبيره حركة الجهاد الإسلامي أكدت رفضها أيام وحاولت لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وفي تعليقه على إبرام الاتفاق التركي الإسرائيلي شدد الناطق باسم الجهاد الإسلامي داود شهاب على ضرورة تفعيل كل أساليب مقاطعة إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي قالت موقفها في حينه من الاتفاق الذي أبرم بين تركيا والكيان الصهيوني نحن نرفض أي محاولة لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني إسرائيل يجب أن تقاطع ويجب أن تفعل كل أساليب وأشكال المقاطعة في مواجهة إسرائيل ولا يجب تحت أي مبرر كان أن نمد لإسرائيل طوق نجاة تستغل للهروب من أصوات ودعوات المقاطعة الدولية التي تحاصر إسرائيل اليوم في كل مكان ترجمة نانسي قنقر في الذكرى الثانية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر نصلت الضوء على مخلفات العدوان في القطاع حيث يستمر سقوط الشهداء والجرحة نتيجة عدب القدرة على التخلص منها في ظل الإمكانية المتواضعة أحمد غانم بصعوبة بالغة يحاول المشي بمساعدة طرفه الإصطناعي الجديد الصحفي حاتم موسى فقد سقه في الفجار صاروخ في أثناء إعداده تقريرا عن مخلفات الاحتلال آخر أيام العدوان اليوم يحاول التغلب على إصابته التي سترافقه طيلة حياته لتذكره دوما بالمأساة وبالمتسبب بها إصابة مؤلمة جدا وتاركة إلي متاعب في الحياة كثير مع أهلي ومع أولادي ومع أسرتي ومع زوجتي فبطالب من الجات المختصة بجدية إنها تعمل على إزالة جميع المخلفات الاحتلال على شأن منقعش في الأخطاء اللي هي هي منقعها كل مرة وبموت من وراها ضحايا وأطفال وبحسب وكالة الغوث فإن ضحايا مخلفات الاحتلال بلغوا 16 شهيدا وتسعين جريحا مخلفات تبذل الأجهزة الأمنية في غزة محاولات حثيثة للبحث عنها والتخلص منها منذ انتهاء العدوان كميات المتفجرات الكبيرة التي ضربت غزة تصعب بحسب المسؤولين من محاولات اكتشافها في ظل عدم الإمكانات تم إلقاء ما يقارب 15 ألف طن على قطاع الحبيب في الحرب الأخيرة 150 طن من المواد المتفجرة التي تم التخلص منها القنابل الكبيرة عندما تسقط تأخذ منحنة كبيرة جدا في بطن سطح الأرض ليس لدى أن هذه المعدات التي يتم الحفر على هذه الأماكن هذه الأجسام والتعرف عليها أو العثور عليها عمليات البحث الميداني تترافق مع حملات توعية تعرف الناس بمخلفات الاحتلال وأشكالها ومخاطرها ولا سيما من خلال معارض للذخائر المختلفة ونشرات مصورة تتوجه تحديدا لفئات الأطفال والشباب التوعية بمخاطر مخلفات الاحتلال غير المنفجرة أمر مهم تسعى إلى تحقيقه جهات مختلفة في غزة فيما تتزايد المخاوف مما يخفيه باطن الأرض من قنابل موقوتة قد تنفجر في غير زمان ومكان مستهدفة حياة المواطنين وأعمالهم وأرزاقهم أحمد غنم غزة الميادين معنا من قطاع غزة المحاصرة المستشار الإعلامي لوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سيد عدنان أبو حسنة أهلا بك سيد أبو حسنة هل يوجد تصور أو تقدير لحجم مخلفات العدوان غير المتفجرة في قطاع غزة؟ نعم لا يوجد رقم دقيق حول هذه المتخلفات ولكن الحقيقة نتحدث عن آلاف الآلاف من القذاف الصغيرة أو الكبيرة أو المدفونة في باطن الأرض كما تحدث التقرير الحديث يدور عن منطقة مساحتها 360 كم مربع ألقي عليها آلاف الأطنان من القنابل والمتفجرات والقنابل التي أيضا تولد قنابل أخرى صغيرة أو الغير مرئية كل هذه الأمور تجعل من الأوضاع في المناطق الحدودية على سبيل المثال أوضاع خطيرة للغاية فقط قبل أيام كان هناك حادث وهذا الحادث أدى أيضا إلى إصابات خطيرة وبجروح جراء آلاف الشضايا والقنابل الغير متفجرة والتي لا يعرف أحد عنها الشيء ولكن هناك محاولات جادة ومستمرة من أجل التوعية وهذه نقطة مهمة إلى أي حد يمكن أن يرفض المواطن في قطاع غزة بثقافة وعوية للتعرف بداية على شكلها أو كيف يمكن أو أين يمكن أن تكون والتعامل معها وهل توجد الإمكانات فعلا لنشر هذه الثقافة أو المعرفة؟ نعم إمكانيات نشر الثقافة والمعرفة موجودة نحن بالتعاون مع اليوان ماس وهو جهاز الأمم المتحدة المسؤول عن موضوع الألغام والمتفجرات وأيضا بالتعاون مع وزارة التنمية أو الخارجية والتنمية الإيطالية أيضا استطعنا فعلا أن نخطو خطوة كبيرة في هذا الإطار عبر تدريب أكثر من ثمانية ألاف من مدرسي الأونروا حول كيفية التعرف على هذه الألغام كيفية وضع إرشادات أو أيضا البعد القضية تتعلق كما قلت في كيفية إيصال هذه المعرفة ليس فقط إلى الثمانية ألاف أو إلى المهندسين أو الباحثين الاجتماعيين هؤلاء الذين يتوجهون دائما إلى المناطق الحدودية وهي المناطق التي تأثرت كثيرا بعمليات التدمير الشاملة خلال الحرب الأخيرة ولكن نحن نعمل جاهدين على نقل هذه الثقافة إلى مئات الآلاف من الطلاب بل ملايين الفلسطينيين ليس فقط في قطاع غزة ولكن فلسطينيين في سوريا في لبنان في كل مكان عبر فضائية الأونروا نركز على هذا الموضوع هناك أفلام وثائقية تنتج هناك دورات هناك مطبوعات نحاول استغلال ما يحدث في هذه الأماكن التي يحدث بها صدامات وحروب كثيرة لنقل هذه الإرشادات سيد أبو حسنة أنت مستشار إعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية وبالتالي الجانب الإعلامي أيضا للكشف عن استمرار حجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالينا في قطاع غزة برغم أنه على العدوان سنتين كيف يمكن أن تحدثنا عن هذا الجانب وهل يفعل؟ بالتأكيد يفعل ممكن هنا بالميادين أو بغيره من القنوات في فترة من الأوقات كنا لوحدنا هنا في غزة من ناحية إعلامية مع الشكر طبعا لكل المراسلين ومن نقل ولكن نحن كناطقين إعلاميين كنا في فترة من الفترات نعمل لوحدنا في غزة ثواء في القدس أو هنا في قطاع غزة هناك جهد كبير في هذا الإطار بالمشاركة عن مكتب الأمين العام الأمم المتحدة نحن على اتصال يومي والناطقين الإعلاميين وفي مكتبنا في القدس وفي الأماكن الإقليمية أو المكاتب الإقليمية لأونرواس وأن في جينيب في بروكسل هناك جهد كبير في هذا الإطار لتوضيح خطورة الأوضاع في قطاع غزة هذا المكان المحاصر المدمر الطاقة السلبية الهائلة المتفجرة والتي قد تتفجر في كل لحظة نحن لدينا رسالة واضحة الدفاع عن الناس عن حقوق اللاجئين فلسطينيين وحمايتهم وفي نفس الوقت تقديم المساعدات لأكثر على سبيل المثال لدينا حوالي 62 ألف طالب في مدارس الأونروا 80% يقترب عدد اللاجئين فلسطينيين في قطاع غزة من 80% نحن عنوان رئيسي لتقديم ليس فقط الخدمات ولكن الدفاع عن هؤلاء الناس في كافة المجالات المجالات الإعلامية بالدرجة أساسية أيضا بالإضافة إلى المجالات الخدماتية كل الشكر لك سيد عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي ليوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كنت معنا مباشرة من قطاع غزة المحاصر لم تقف جرائم الاحتلال عند حدود من هم فوق الأرض من أصحابها بل وصل الأمر إلى استهداف حتى من هم في جوفها مقبرة الشيخ ردوان قصفها الاحتلال عدة مرات وقتل في داخلها عددا من المواطنين خلال عدوانه قبل عامين أحمد شلدان قد تتعدد جرائم الاحتلال بحق الغزيين لكن بعضها تبقى راسخة في الذاكرة لا تغادرها فالعدوان شهد تدميرا للبشر والحجر حتى باتت المقابر أهدافا عسكرية يلاحق من يرقد فيها بين آلاف القبور متحسسا ما حل به من ألم يسير أبو رامي أبو نحل مستذكرا ابنيه رامي ومحمد الذين قضايا خلال العدوان الأخير بعدما استهدفهما الاحتلال داخل مقبرة الشيخ ردوان أثناء استعدادهما لدفن عدد من الشهداء فدفنا فيها كان يعني يفحروا لأبرياء لشهداء يعرفت كيف يعني أطفال أبرياء يعرفت كيف بعد هيك خفطوهم العدو كانوا زي ما انتشاف هنا قاعدين تريحوا بعدما فحروا كل حاجة العدو الإسرائيلي استهدف خمس سنفار وقد استشد مع ابني أبو رامي ثلاثة من رفاقهما كانوا يساعدونهما على حفر القبور للشهداء ممن امتلأت بهم شوارع غزة رجعت انخبطوا الشباب انخبطوا الشباب بعد طلعنا عليهم فيه مننا شرد وفيه مننا انقصف برضو رجعنا لقناهم يعني كلهم ميتين لم تكن هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال مقبرة الشيخ ردوان فقد سبق انقصفها الاحتلال إلى جانب عدد من المقابر الأخرى في القطاع المحاصر في العدوان الماضي استهدف أكثر من سبع مقابر في قطاع غزة أو في مدينة غزة خاصة من هذه المقابر مقبرة الشهداء شرق الشجاعية وكذلك مقبرة الشيخ ردوان وكذلك مقبرة ابن مروان في الشجاعية وهذه المقابر ضربت أثناء دفن الموتى في المقابر وتضم هذه المقبرة تحت ترابها عددا من القادة الفلسطينيين ما بين محمد الأسود الملقب بجيفار غزة مرورا بمؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين وخلفه عبد العزيز الرنتيسي وصولا إلى الرجل الثاني في القسام أحمد الجعبري كانت وما زالت تعد هذه القبور رمزا لشعب ضحى ولا يزال من أجل قضيته أحمد شلدان غزة الميادين في تونس من المرتقب الإعلان بعد قليل عن التشكيلة الحكومية الجديدة قد نقل مراسل الميادين عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد أن الأخيرة يجري المشاورات الأخيرة قبل الإعلان رسميا عن أسماء الوزراء سيطرت حركة طالبان على مدرية خان أباد التابعة لولاية قندز بشمال أفغانستان بعد مواجهة عنيفة مع القوات الأمنية مسؤول أمني في خان أباد أوضح أن طالبان هاجمت المنطقة من مواقع مختلفة قبل أن تسيطر عليها في ظل عدم وصول الإمدادات اللازمة بهذا نصل إلى ختم السابع نذكركم بعناوينها المجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن تشكيل حكومة جديدة خلال أيام أنقرة تقول أن الأسد شريك في المرحلة الانتقالية وتعلن رغبتها في إصلاح علاقتها بمصر الجبوري يعلن من طهران أن مشاركة الحجد الشعبي في معركة الموصل تحددها المصلحة العليا للعراق تدهر الوضع الصحي للأسير كايد قبل يومين على النظر بقضيته والاحتلال يمدد اعتقال الصحفي عمر نزال ثلاثة أشهر رئيس الحكومة التونسي المكلف يضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية تمهيدا لإعلانها دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى متابعة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدين لدينا المزيد من الأخبار على رأس الساعة ومع الزبيل خالد أبو عرب إلى اللقاء